السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نسألك فهم القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن تكلمت البارحة عن تفسير سورة الكوثر وتفسير سورة الكافرون وقلنا أن الكوثر نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله عز وجل لنكون من رواده وقلنا معنى إن شانئك هو الأبتر أي واحد يشينه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سنته فهو مبتور يعني مقطوع عن الخير واليوم أيضا ناخذ إن شاء الله باختصار وجيز غير مخل قول الرب جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين؟ معنى الآية أرأيت يا رسول الله أولئك القوم الذين يكذبون بالبعث والنشور يعني كذبون قضية أن يبعث بعد موته ولقي الحساب يوم القيامة بعد أن الرب جل جلاله يبين لنا صفات هؤلاء القوم فيقول فذلك الذي يدعو اليتيم يدعي يعني يدفع اليتيم بقوة وعدم رحمة هذا حاله معوذ بالله يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين حتى ما يحثون الناس على التصدق أو إعطاء المساكين يعني شيء من الصدقات بعد ما بين الله عز وجل صفات هؤلاء القوم الذين يكذبون بالبعث والجزاء تكلم عن قضية جدا جدا خطرة فيقول فويل للمصلين أنزين أهم مصلين؟ شلون فويل للمصلين؟ هذول اللي يصلون ويل لهم؟ نعم الآن أقول لك شنو السبب؟ هذول الله يحفظكم كما أخبر الله عز وجل عن صلاتهم ساهون هم يصلون لكن تدري من تيصلي؟ لمن يخرج وقت الصلاة قاموا نقر الصلاة كنقر الغراب يا جماعة ليش أنا أتكلم من القضية وايد مهمة؟ لأن في وايد من المسلمين ما يصلي الفير إلا إذا قام حق الدوام يعني بوقت الدوام صلى الفير والله حق الدوام يعني هو أخرج الصلاة عن وقتها لأن وقت صلاة الفير من بعد طلوع الفجر الصادق الثاني يعني الأذان الثاني إلى شروق الشمس وهذا حضرتهم صلي الساعة سبع والثيمان لذلك الله عز وجل توعد هؤلاء الذين يخرجون الصلاة عن وقتها بعذاب شديد فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بعدين قال الرب جل جلاله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عادة اللي فوت الصلاة عن وقتها وديدنا هذا الأمر يكون دائما يعمل العمل لأجل الناس يكون دائما يعمل الأعمال لأجل الناس معشر رب العالمين وهذا جزاء أنه فاسد في صلاةه فتفسد جميع عمال عياذا بالله أيضا من صفاتهم المذمومة أنهم يمنعون أقل أشياء اللي يعني الإنسان يبدلها بسماحة نفس وبسخاوة نفس مثل الماعون أو مثل القلم مثل هذه الأم وهم حتى هذه الأشياء الخفيفة واليسيرة كلش ما يعطونها أحد بخل في نفوسهم وشح أعوذ بالله يا جماعة إحنا لن يتكلم عن الصلاة بحرقة ونحرص عليها وأن الريايين لازم يصلونها بالمسجد وبتكبيرة الأحرام وصف الأول وأن المرأة لازم ما تضيع صلاتها بوقتها ومن هذه الأمور يا جماعة الصلاة هي الركن الأساسي في الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم والصلاة سبحان الله إذا بتعرف الرجل هذا جدامك صالح أو المرأة هذه صالحة ولا لا شوفها في صلاتها عادة الإنسان المحافظ على الصف الأول وتكبيرة الأحرام تجد إنسان راقي جدا طبعا مو شرط يعني مرات يكون الإنسان مصلي لكن أعوذ بالله لسانة بذية وأخلاقها تكون سيئة لكن عادة نتكلم عن صاح أصحاب الصفوف الأولى وتكبيرة الأحرام ناس عجيبة جدا وصالحة وسبحان الله عن واقع تجربة يعني من أخوكم أحمد المفيس كإمام مسجد فعلا أصحاب الصفوف الأولى ناس غير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعا نلتقيكم إن شاء الله يوم الغد وأفرح بتفاعلكم ومشاركاتكم أسر بحفظكم ترجمة نانسي قنقر